اكيد حصلت لكتير مننا هو بيحاول يزاكر او يبحث عن معلومة معينة انه بيقف قدام كومة كبيرة من المصادر والمعلومات اللي موجودة في ملفات البي دي اف والتسجيلات الصوتية والمواقع الالكترونية والفيديوهات التعليمية المختلفة وحتى بعد ما بيقدر يجمع كم المصادر دي بيبقى مش عارف يبدأ منين ولا ازاي وبيطلع تاير في الاخر ومش فاهم حاجة فشركة جوجل قررت تنقذنا من المشكلة دي عن طريق الاداة الصحية الجديدة نوتبوك الام اللي بتقدر تمدها بكل الريسورسز او المصادر الخاصة بالموضوع اللي انت بتبحس فيه سواء كانت المصادر دي في ملفات بي دي اف او مواقع او فيديوهات يوتيوب او تسجيلات صوتية او لو حتى موجودة عندك على الجوجل درايف بمجرد ما بترفع المصادر اداة نوتبوك الام بتتحول لخبير شخصي في المجال اللي انت عايزه وبتقدر تسهلك الفهم وبتربط لك ما بين المواضيع وبتقدر تجاوبك على اسئلتك كأنها بالزبط دكتور متخصص في المجال اللي انت بتذكره من الميزات الحلوة بجد ان الاداة مش بتجاوبك وخلاص لا ده كمان بتقول لك جابت المعلومة منين بالزبط يعني لو سألت سؤال الاداة هتجيب لك الاقتباس او من المصدر وده هيخليك واثق في المعلومة مية في المية ولو مش فاضي تقرى كمان نوتبوك الام تقدر تعمل لك اوديو اوفر ديو يعني تقدر تحول لك المصدر بتاعك لنقاص صوتي ممتع على هيئة بودكاست بحيث تقدر تسمع وتستفيد منه انت في المواصلات او انت بتتماشى الاداة مفيدة للمذاكرة بجد ممكن ترفع لها اي كتب او اي تسجيلات محاضرات وابحاث وتطلب منها تشرح لك المفاهيم الصعبة بطريقة بسيطة او تجيب لك مثلا امثلة واقعية من الحياة علشان تقدر تفهم بشكل اسرع واعمق وحتى لو لسه مش عارف تفهم او تستوع بالموضوع الاداة تقدر تلخصه لك باكتر من طريقة تانية مختلفة زي الخرائط الزهنية او البطاقات التعليمية ولو انت بتذاكر موضوع معين الاداة تقدر تساعدك في عمل او دليل مرتب للمذاكرة وتقدر كمان تخلي الاداة تشرح لك الموضوع بشكل او سؤال وجواب او تعمل لك كويزز او امتحانات او تعرض لك الموضوع لو فيه تواريخ كتير بشكل اطار زمني او تايم لايم من الميزات الرهيبة كمان اللي جوجل ضفتها مؤخرا في الاداة انها هتقدر تعمل لك بريزنتيشن او فيديو تعليمي عن الموضوع بضغطة زر واحدة تقدر من خلاله تفهم وتستوع بالموضوع بطريقة ممتعة ولزيزة معتقد خاصية زي دي مش هتلاقيها موجودة بشكل مجاني في الادوات اللي موجودة على الصحة الاداة كمان تقدر تستخرج النصوص من الفيديوهات والصوتيات سواء ازا كنت ترفع الفيديوهات دي او الصوتيات دي من الكمبيوتر بتاعك او من جوجل درايف او جاي فيديو من اليوتيوب تقدر كمان تعمل لك ملخص ممتاز لو انت ما عندكش وقت تسمح هذا مش بس للمذاكرة كمان للناس اللي شغالة في مجال البيزنس او بتعمل ستارت اوب جديد تقدر ترفع ملحظاتها او البرينستورمينج او ابحاث السوق والاداة تقدر تطلع لك الترينز الجديدة او افكار منتجات او الحاجات اللي ما كنتش واخد بالك منها او ما تخطرش على بالك زي دي ان الاداة بتدعم اللغة العربية واللغة العربية كلهجة مصرية بشكل قوي جدا بالاضافة ان الاداة بتيجي بموبايل اب او اصدار للهاتف المحمول تقدر تنزله على الموبايل بتاعك وتقدر تستفيد من خلاله بكل المزايا الرهيبة دي كل الكلام ده تقدر تستفيد بيه وتستخدمه بشكل مجاني من اي حساب جوجل تعالوا نشوف ازاي اداة زي اداة نوتبوك ال ام هتقدر تغير طريقة المذاكرة والشغل والبحث العلمي بتاعنا باستخدام تقنية الزكاة الاصناعية مبدأين يا باطل عشان تستخدم الاداة كل اللي محتاجه حساب جوجل مجاني وبعد كده بتروح على جوجل او اي محرك بحث وبتصيرش على جوجل نوتبوك ال ام وبعد كده من خلال النتائج اللي بيطلع لك بتدخل على نوتبوك ال ام دوت جوجل زي ما احنا شايفين واللينك ده بيوديك على الصفحة الرئيسية بتاعت نوتبوك ال ام اللي ممكن من خلالها تكليك على تراي نوتبوك ال ام وبعد كده بتعمل تسجيل الدخول باي حساب جوجل مجاني تقدر كمان تروح فوق اليمين وتكليك على جتزة اب او الحصول على التطبيق ومن هنا تقدر تعمل على حسب الموبايل بتاعك هو اندرويد ولا ايفون بحيث تقدر تنزل تطبيق جوجل نوتبوك ال ام على الموبايل بتاعك وتستفيد منه وزي ما وضحت في بداية الفيديو التطبيق بيجي باصدار مجاني متاح فيه كل الامكانيات الجبرة دي لتقدر تستخدمها في المذاكرة وفي البحث العلمي بشكل غير محدود ولكن طبعا لو حبيت الاداة وحسيت اللي هي مفيدة بالنسبالك تقدر تأبجريد الاداة للاصدار البرو اللي بيديك خمس اضعاف امكانيات اكبر من الاصدار المجاني ولكن طبعا نتمنى ان جوجل ما تقللش امكانيات الاصدار المجاني او تقفله خالص في المستدر بعد ما بنعمل تسجيل الدخول على اداة نوتبوك ال ام بنلاقي في الصفحة الرئيسية مجموعة من النوتبوكس او دفاتر المراحزات متقسمة على مجموعتين المجموعة اللي فوق اللي هي Featured Notebooks او مجموعة من النوتبوكس المختارة بواسطة جوجل ودي امثلة من النوتبوكس بتاعت جوجل تقدر تدخل عليها وتتعلم منها والجزء اللي في الاسفل فيه مجموعة النوتبوكس او دفاتر المراحزات اللي انت قمت بانشاءها قبل كده ولكن طبعا عشان نعمل انشاء للنوتبوك جديدة بنروح فوق على يمين وبنعمل click على create new او في الجزء اللي في الاسفل بنعمل click على create new notebook ولكن حبيب انوه عن بعض الاعدادات المهمة اللي يفضل مراجعتها قبل ما ننشئ دفتر ملاحزات او نوتبوك جديدة فلو روحنا فوق على يمين تحت قيمة settings او اعدادات بنلاقي فيه خاصية بنقدر نتحكم فيها في background او theme بتاع التطبيق نقدر نغيره من light mode لل dark mode او من dark mode لل light mode الحاجة التانية والاهم لازم نحدد نوع اللغة اللي الاداة هتتعامل بيها معنا فمن خلال قيمة output language بنختار ما بين اللغة الانجليزية او اللغة العربية وكمان فيه اللغة العربية باللهجة المصرية وطبعا هنلاقي فيه لغات كتيرة تانية متاحة زي اللغة الفرنسية واللغة الالمانية واللغات تانية كتير وطبعا بناء على اللغة اللي حديدناها كل الoutputs او المخرجات بتاعة الاداة من نصوص وصوتيات وفيديوهات بيتم انشاءها باللغة اللي احنا اخترناها اول ما بننشئ مذكرة او نوتبوك جديدة بنلاقي ظهر لنا شاشة اضافة المصادر او resources واللي بنقدر من خلالها نمد الاداة بالمصادر المختلفة الخاصة بالموضوع اللي احنا بنذكره او بنبحث فيه او محتاجين نفهمه واللي من خلالها الاداة بتقدر تبني الردود على المعلومات الاكثر اهمية بالنسبة لك سواء كانت المصادر دي عن خطة تسويقية او مقررات دراسية او ملاحظات بحسية او سواء محاضر اجتماعات او بعض المستندات الخاصة بالمبيعات واللي بيميز اداة نوتبوك الام عن الادوات المسيلة انها بتدعم انواع ملفات وبيانات ومصادر مختلفة فنقدر نرفع للاداة اي ملفات بي دي اف او ملفات تكست او نصوص او مارك داون او حتى ملفات صوتية او تسجيلات صوتية من الكمبيوتر او الموبايل بتاعنا وبما ان الاداة متصلة بحساب جوجل بتاعي اقدر ارفع عليها بيانات او معلومات من خلال جوجل دوكس او جوجل سلايدز اللي موجودين على الجوجل درايف بتاعي اقدر كمان امد الاداة بمصادر موجودة على الانترنت من خلال اللينك المباشر للموقع وكمان ممكن اقدر امد الاداة بيوتيوب فيديو كمصدر من خلال اللينك المباشر بتاع الفيديو بالاضافة لكل ده ممكن اخد كابي لاي نص موجود عندي في اي مصدر خارجي واعمل له بيست داخل الاداة كمصدر اضافي عن طريق كابي التكست ولو انا كمان حابب الاداة تساعدني في ايجاد مصادر اضافية مناسبة ممكن استخدم خاصية واللي بيستعيدني من خلال الوصف اللي انا بكتبه في ايجاد مصادر اضافية متاحة على الانترنت او سواء متاحة على الجوجل درايف بتاعي فكمثال مثلا انا طالب بذاكر توبيك او موضوع عن او اجهزة جسم الانسان وحابب استخدم اداة نوت بوك الام بحيث تساعدني على فهم الدرس بشكل افضل فهبتدي امد الاداة بالمصادر المتاحة معي كمثال مثلا معي ملف بي دي اف موجود فيه شرح الدرس بشكل مفصل فهبتدي ارفعه وعمله قبله داخل المصادر الخاصة بالنوت بوك زائد ان معي لينك الموقع شرح الموضوع بتاع بشكل تفصيلي فهبتدي اعمل بتاع الموقع او الويب سايت وهاجي داخل الاداة هعمل كليك على ويب سايت وهامل او لللينك بتاع الموقع وبعد كده بعمل اضافة والنفترض كمان اللي انا عندي فيديو يوتيوب كويس جدا شرح الموضوع ده بشكل سلس فهروح هاخد اللينك بتاع اليوتيوب وهروح داخل الاداة تحت لينك هكليك على يوتيوب وهعمل للينك بتاع اليوتيوب فيديو وبعد كده هعمل اضافة وانا افترض كمان انا كنت عامل ملخص زريف جدا موجود عندي في نص برا فهعمل قابل النص ده وهاجي داخل الاداة هعمل كليك على وهعمل للنص واضيفه كمصدر رابع بعد ما ضفت الاربع مصادر بتوعي هلاقي تحت في الاداة بتوضح لي اللي انا استهلكت اربع مصادر من الخمسين مصدر المتاحين لكل نوتبوك وده طبعا لان الاصدار المجاني من بتاعلك اللي انت تمدي الاداة بخمسين مصدر كحد اقصى لكل واحد ولكن زي ما وضحت برضو لو انت عايز اضيف اكتر من خمسين مصدر للنوتبوك الواحد هتبقى محتاج للاصدار البرو ولكن انا شايف بصراحة عدد خمسين مصدر لكل واحد عدد مهول جدا وكافة بعد ما ضيفت كل المصادر بتاعتي جوا المزكرة بتاعتي بتاعت نوتبوك بلاقي كل المصادر دي متاحة في الميونيو العشمال اللي هي او المصادر. وبقدر عمل على اي مصدر منهم وبستعرض تفاصيل المصدر ده. بالاضافة لده ان اداة تعمل او ملخص عن المصدر وبتديني فكرة عامة عن المحتوى بتاعه. او هستخدم خاصية عشان تساعدني في ايجاد مصادر مناسبة. وبن خلال اللي جانب كل مصدر اقدر اتحكم ان المصدر ده فعال او غير فعال بحيس الاداة تعتمد عليه او لأ في خلال عملية البحث. ونيجي بقى للشاشة اللي في النص وهي شاشة او المحادسة. وهنا بيلاقي عملية عنوان او المزكرة بتاعتي. بناء على المعلومات اللي لقاها في المصادر اللي انا مدته بيها. زي ده انه بيديني او نظرة عامة عن الموضوع. وبيوضح لي عدد المصادر اللي بيتمد عليها في الوقت الحالي. وطبعا عدد المصادر دي بيتغير على حسب المصادر الفعال اللي انا ضيفها في شاشة المصادر اللي موجودة على الشمال. ولو انا حابق بغير تايتل او عنوان المزكرة بعمل click فوق على العنوان بتاع المذكرة وبقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. ولو انا نزلت تحت شوية بلاقي البوكس بتاع الشات اللي بقدر منه اشيات او اعمل دردشة مع الاداة. واسألها اي سؤال بحيث تجاوبني من المصادر المتاحة لها. زائد كمان الاداة بتديني بعض الاسئلة او السامبلز من الاسئلة اللي انا ممكن ابتلي اسألها الاداة. بناء على الموضوع اللي كونته من خلال لسة المصادر اللي انا مدتها بها. وبمجرد ما بكتب اي سؤال في البوكس بتاع الشات وبادوس ارسال. الاداة بتروح تدور على اجابة في لسة المصادر المتاحة لها. وبترجع لي باجابة فورية. زائد انها بتعرض بعد كل جزء من الاجابة المصدر اللي جابت المعلومة منه. وطبعا دي حاجة مهمة جدا عشان هتأكد اللي هي جايبة الاجابة من مصدر صحيح. وان الاجابة دي مش مجرد هلوسة او اي تخريف الاداة بتقوم بيها. وبما ان الاداة بتستخدم احدث نمازج جوجل للزكاء الصناعي وهو جوجل جيميناي. فالاجابات بتبقى دقيقة جدا ومبهرة. والحقيقة ممكن حد يتساءل ايه الفرق ما بين لو سألت السؤال بتاعي جوه اداة نوت بوك ال ام او سألت نفس السؤال جوه الأدوات التانية المتاحة زي او جوجل جيميناي او ديب سيك. وهنا بقى بيبان الفرق الجوهري. ان اداة نوت بوك ال ام بتبحث بس في لسة المصادر اللي انا بمدها بها. ولكن الادوات التانية زي او جيميناي او ديب سيك هتعمل لي بحث في قاعدة البيانات العامة بتاعتها او كل المصادر المتاحة على الانترنت. واللي طبعا او اكيد او في معظم الوقت هيمدني بمعلومات ممكن تبقى خارج الموضوع بتاعي. وهيأثر على دقة النتائج اللي انا محتاجها. اقدر كمان اسيف او احتفظ باي اجابة نوت بوك ال ام الدهاني كنوت او ملحوظة جانبية. واقدر كمان اضيف اي جانبية انا محتاجها. بحيس اقدر استرجع النوت او الملاحظات دي بشكل سهل بعد كده. واقدر كمان اضيفها كمصدر من المصادر لو انا حابب. وده واحدة من المزايا المبهرة التانية اللي موجودة جوه اداة نوت بوك ال ام. اني اقدر استخدمها كمفكرة زكية لتدوين الملاحظات. وطبعا نوت بوك ال ام اللي انا اكتب بتاعي باللغة اللي انا حاببها. سواء اللغة الانجليزية او اللغة العربية. وعلى حسب اللغة اللي بكتب بها او السؤال بتاعي. الاداة بتدين او الرد بنفس اللغة. بغض النظر عن اللغة الافتراضية اللي انا محددها للأوت بوك. ونيجي بقى الاهم جزء اللي فيه المزايا الجبارة اللي بتقدمها اداة نوت بوك ال ام. وهو الجزء او اللي موجود على اليمين اللي فيه مجموعة او الادوات اللي تحت نافذة الخاصة بنوت بوك ال ام. وعلى حسب اخر تحديث لنوت بوك ال ام بقى فيه ستة ادوات مميزين متاحين. وكل اداة منهم فيها علامة البنسل او القلم الرصاص ده. بقدر استخدمه لعمل تخصيص للاعدادات بتاعت كل اداة بحس تديني نتائج نهائية قريبة من اللي انا محتاجها. الخاصية او الاداة الاولى وهي خاصية ودي خاصية بتخليك تسمع ملخص صوتي زريف جدا للمصادر بتاعتك. كأنك بتسمع بودكاست. الزريف هي انك تقدر تسمع البودكاست ده وانت ماشي او انت في المواصلات او انت بتعمل اي حاجة تانية. زاد ان التسجيل الصوتي ما بتحسش خالص اللي هو معمول باستخدام الزكاء الاصناعي. وبتحس ان التون بتاعته طبيعية جدا. حتى لو عملتها باللهجة العربية المصرية. تعالوا نسمع المثال ده. اهلا بيكم. دايما بنسمع ناس تقول انا عارف الموضوع ده زي كف ايدي. بس لو وقفنا ثانية كده. هو احنا فعلا عارفين كف ايدنا ده. في ايه بالزبط. سؤال حلو. احنا شايفين الجلد من برا. بس تحته يعني فيه عالم تاني خالص. بالزبط. خلايا دم وخلايا عضلات وعضم. وحاجات تانية كتير منظمة بشكل لا يصدق. بالاضافة لكل ده انت ممكن تقدر تغير التخصيص بتاع الاوديو اوفر فيو او الفورمات بتاع الملخص الصوتي زي ما انت عايز. فممكن تغير الفورمات وتختار ما بين او نظرة عميقة. او اللي هي نظرة موجزة. او اللي هو نقدي. او اللي هو حوار نقاش. زي انك ممكن تغير اللغة بتاعة الاوديو ما بين العربية والانجليزية والعربية العامية المصرية. او اي لغة تانية انت حابب تسمحها. وممكن كمان تحدد المدة الزمنية بتاع التسجيل الصوتي ما بين فترة قصيرة او فترة طويلة. وكمان تحدد النقاط اللي متحدث سيركز عليها في التسجيل الصوتي. من الميزات التانية لموجودة جوه خاصية الاوديو اوفرديو. هي خاصية الانتر اكتف مود. او التفاعل مع المتحدثين اللي جوه التسجيل الصوتي. واقدر اقاطع المتحدثين في اي وقت واسألهم اي سؤال انا عايزه. وتفاعل معهم اكيني جوه الحديث بالزبط. وبيردوا علي بالاجابات اللي انا محتاجها. ولكن للأسف الخاصية دي موجودة لحد دلوقتي بس في التسجيلات الصوتية باللغة الانجليزية. تعالوا نشوف المثال ده. نشاطه. اذا كنت تريز الى تطف اكتف dicenار 애ج 다خم نذيكي بكهم دل�� ص Have you ever tossed around that straight as I know this as I know this like the back of my hand. Oh yeah. All the time as you need you know something perfectly. Oh. Hey. Welcome. What's up. Hello. How are you? May I ask which of the bodies systems written possible for produced re- Watts red cells? kmhealth Hello there. We are doing great. Thanks for joining us. That's a fantastic question. Right out of the gate. dreaming Geminhas You're going to出来r help the production of blood cells specifically red ones. That's a function we associate with the skeletal system. الخاصية التالية وهي خاصية وهو عبارة عن فيديو ملخص بيدي شكل بصري افضل للموضوع بيتكون من سور وشرائح هارد مع توضيح صوت ويتوضح الافكار من المصادر اللي موجودة وده طبعا لو انت بتحب تتعلم بصريا او لو الموضوع كبير ومحتاج توضيح اكتر فالاداة دي هتكون اداة مفيدة جدا في الحالة دي لانها بتحول لك الموضوع على شكل ستوري او قصة يا اهلا بيكم النهاردة احنا هننزل في رحلة رحلة لأعماق جسم الانسان نفسه عشان نكتشف سوا السمفونية المعقادة والمدهشة اللي بتعزف جوه كل واحد فينا سمفونية الحياة في جملة كده بنقولها دايما لما نكون حفظين حاجة صم بنقول انا حفظها زي كف ايدي بس يا ترى احنا فعلا عارفين كف شيها خطوة بخطوة هنبدأ الاول بالاساس التوبة بتاعتنا شوية خلية شبه بعض بيعملوا وظيفة واحدة زائد ان الاداة بتحلك اللي انت تدولود الاوديو او الفيديو اللي الاداة عملته لك في الاخر بحيث تقدر تستخدمه حتى خارج اداة نوتبوك بالاضافة لخاصية اوديو اوفر فيو في خاصية مميزة جدا انا بحبها بصراحة عن تجربة شخصية وهي خاصية او الخرائط الزهنية فممكن تعملك خريطة زهنية بتخلي الموضوع يظهر بشكل مترابط زي خريطة مفاهيم بتربط الافكار ببعضها فلما بتبص على بتشوف ازاي المعلومات مترابطة وبتلخص لك الموضوع بشكل سهل وبسيط وبتسهل عليك فهم العلاقات بين النقاط المختلفة الخاصية الرابعة وهي خاصية او تقارير فلو انت محتاج مستند منظم واحترافي فخاصية ممكن تنشألك انواع تقارير مختلفة زي او تقرير مختصر او مفصل حسب الموضوع او الجمهور وتقدر تختار نوع تنسيق التقرير واسلوب الكتابة كمان فخاصية زي دي ممكن تعمل بها تقرير مفصل بناء على الفيدباك او الرأي بتاع العملاء وممكن كمان تستخدمها في تلخيص موضوع معين او بحس في خلال ثواني اخر خاصيتين وهما خاصية الفلاش كارد والكويزز وباختصار الفلاش كارد هي عبارة عن بطاقات تعليمية ممتازة للمراجعة بتزهر سؤال ومعلومة قصيرة تقدر من خلالها تختبر نفسك بيها بتقدر كمان تختار كمية البطاقات وصعوبتها وكمان تطلب تفسير كل بطاقة لو انت مش فاهمها وبالنسبة بقى والاختبارات دي خاصية تانية بتديلك فرصة تشوف دماغك فاهمة ايه من الموضوع مش بس بتعملك اختبار بسيط لكن تقدر تتحكم في مستوى الصعوبة بتاعت الاختبار وعدد الاسئلة وكمان بعد ما بتخلص الاختبار بتشوف ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها وبتقدر تديك شرح كامل لكل سؤال بصراحة خاصية مفيدة جدا للمذاكرة بتركيز ممكن كمان لو انت مدرس تستخدمها مع الطلاب بتوعك وفي الختام يا شباب مش مجرد اداة مساعدة لا الاداة دي بتفتح لنا عالم كامل للتعلم بطريقة زكية وممتعة باستخدام تقنية الزكاء الصناعي وكل واحدة من الميزات الستة اللي شرحناها بتضيف قيمة مختلفة تقدر تختار اللي يناسب اسلوبك وتوقيتك بحس ساعدك على فهم اي موضوع معقد عموما لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة عشان يجي لك كل جديد عن عالم الزكاء الصناعي ونشوفكم في فيديو جديد مع الليرن تيك وزع سام